مع كل يوم يهبط العدد تنازليا لانتخابات رئاسية سترسم شكل ليبيا سياسيا أمنيا واقتصاديا ومع رهان الشعب الليبي والدول الجارة والغربية على نجاح هذه الانتخابات وصل عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى 24 مرشحا يتسبقون على استلام مقاليد الحكم في ليبيا إذ سيكون من المقرر في القريب العاجل بحسب مراقبين للمشهد إقامة منظرات بين المترشحين لعرض أفكارهم وخططهم لما بعد الفوز أما بالنسبة للمترشحين للانتخابات البرلمانية فقد وصل عددهم في جميع دوائر الانتخابية إلى 1231 وبلغ عدد المترشحات منهم 159 المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت إن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين الليبية بالداخل والخارج وصل إلى مليونين وثمانمائة وستة وخمسين ألفا وستمائة وأربعة وعشرين ناخبا من بينهم مليون وستمائة وثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة من الرجال ومليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وتسع عشرة من النساء أرقام تعكس للعالم أجمع أن ليبيا قادرة على النهوض والتنافس مع الدول الكبرى والتي ستكون يوما بجانبها لحل القضايا كدولة سلام بعد أن كانت ملفاتها تطرح ضمن ملفات الدول المتأزمة أوضاعها اشتركوا في القناة